بسم الله الرحمن الرحيم نبغى في هذا الدرس ان شاء الله نراجع بشكل سريع البرنامج البي ام اي بس نتذكر او نجمع كل الافكار اللي سويناها اتذكر ان اول شي بدينا فيه اننا قرينا المشكلة اول شي فاهمناها حاولنا نحل عليها مثال بسيط اللي مشكلة البي ام اي بعد كده جينا نفكر كيف ان نصمم الواجه حق البرنامج وهذا كان جزء مهم جدا تمام اتذكر ان نقاها بشكل سريع بين الواجهة هذي اللي قدامنا الان اللي سوينا الاسكتشهينج سريع وبين البرنامج بين الواجهة الاصلية هنا عندنا الواجهة الاصلية لبرنامج حسنا تكون واضحة هذه الواجهة البرنامج البي ام اي لاحظ أنها عندك هنا الهيط عندك هنا التصميم وهذه مرة ثانية نرجع للواجهة التي كتبناها فيها مربعات نص وكل شيء متشابهة إلى حد كبير جدا تمام بعد كذا لما صممنا الواجهة طبعا ممكن أنت عنديك خيار أن تصمم الواجهة أنك تروح تصممها فعلا زيان وبعد كذا ترجع تفكر بالبزنس لوجيك وتفكر كذا أو أنك تفكر بالبزنس لوجيك وبعدين تروح تبدأ تصمم وتنفذ بنفس الوقت بسرعة الخيار ما تروك لك خطوة اللي بعدها نجينا فكرنا بالبزنس لوجيك فكرنا برنامجنا هذا وش بيسوي بالضبط بغض النظر عن الواجهة الرسمية ولا كتابية ولا غيرها وقلنا هذا البرنامج يحتاج يحسبنا مؤشر كتلة الجسم اللي والبي ام آي وقلنا اللي نحتاج لنا كلاسة و اوبجيكت عشان يسوي لنا العملية هذي بدأنا نفكر بالبروبرتيز حقة الابجيكت زيان أنا طبعا بشكل سريع كتبت البروبرتيز هذي طبعا عادتا بتاخدلك وقت عشان تحلل المشكلة وتستخرج البروبرتيز المطلوبة والميثودز المطلوبة اتفقنا البروبرتيز الموجودة عندنا height و weight تماما اللي والطول والعرض بناء على قراءتنا للمثال طبعا اكيد الواجهة لما تكتبها لما ترسم الواجهة هذي تأثر وتفيدك كثير بفهم حتى البزنس لوجيك وتصور البزنس لوجيك هذا اتفقنا انه height والweight بمي calculator لما نضغط على calc او مثل calc هذي اللي بتحسب لنا خلونا نرجع هنا ونشوف هذا البيمي calculator وهذه مثل calc اللي موجودة او سمينا calc bmi زين هي اللي بتحسب لنا البيمي بتحسب لنا البيمي val والبيمي result كلتين اللي هي الرقم والقيمة المسمى ال string هذا ال underweight normal overweight تمام لاحظة الربط ما بين الواجهة وما بين البزنس لوجيك كان اسهل علينا هنا نربط قلنا انه بناخد ال input من هنا اللي هو ال height وناخد ال input من هنا اللي هو ال weight زين وبعد كده نحسب الكالك الان الربط هذا لما جينا نربط ما بين الواجهة وما بين البزنس لوجيك هذا الربط موجود وين في الكود حق الاكتيفتي نفسها حق النافذة نفسها وليس في البزنس لوجيك تمام فحنا قلنا get inputs حنا قلنا بناخد هذا وهذا ونضعهم في ال height وال weight وهذا فعلا اللي سويناه جبنا وشي ال edit text اللي موجودين بعدين حولنا القيم اللي فيهم من string لحظنا فيه تفاصيل اكثر لذلك لما جينا نحل البرنامج هنا بشكل سريع تفاصيل هذي ما كنا نحتاجها ما كانت مشغلتنا كنا نذكر بشكل مبسط وسهل وتركيز على ال problem نفسها والخورزمية واللوجيك والمنطقة حق البرنامج وزين وهذا شي مهم جدا لما جينا هنا صار فيه تفاصيل كثيرة تشغلنا شوي بس حنا فكرنا قبل وعرفنا وشلون البرنامج راح يشتغل بعد كذا جينا calculate bmi ولاحظنا طبعا سوينا sit وال height sit وال weight من ال height وال weight اللي جبناها من edit boxes ثم بعد كذا بدنا نشتغل على rendering results أو عرض results وذكرنا انه عرض results هذا ما يعتبر business logic وانما انتاخذ القيمة اللي جايتك وبعد كذا وبعد كذا تفكر كيف راح تعرض القيمة قلنا راح تعرض القيمة هنا في مربع وهذا هو المربع اللي راح نعرض في القيمة هذا هو واللي اسمه text view 3 فجينا هنا قلنا نبغى text view 3 زي ما انت شايف هنا ها text view 3 ها text view 3 وحطينا color بناء على result الموجودة وحطينا string او text اللي راح يعرض في text view هذا بناء على text اللي جبناه من الرسالة اللي راح تظهر زائدا الأوبيس ملاحظة بس هنا سريع لاحظ ان لو عندك مبرمجين واحد هو اللي يفهم كيف يحسب البيم آي مبرمج ثاني هو المهتم بتصميم أو مهتم بالربط ما بين الواجهة وما بين البزنس لوجيك عندك لاحظ ان المبرمج حق البيم آي مهمة يعطيك فقط رقم البيم آي الرقم اللي يمثله وكلمة أوبيس أو أوبرويت ما له أي دخل بأي شيء ثاني بين المبرمج اللي يشتغل مع مصممين الواجهة هو اللي مهمته ياخذ الرزولت ويبدأ يشوف كيف الرسائل تطلع للمستخدم كيف الألوان تطلع وأشياء كثيرة هذا تقريبا شرح ملخص لعملنا اللي سويناه خلال خلال الدروس الفيديوهات السابقة في برنامج حساب ماشر كتث الجسم والبي